السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم على منصة البس المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات يسحبكم في رحلتكم الأستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب الإدارة الحديثة ومدرب مادة الرياضيات لمعلم الصفوف العليا في البداية نحب الرحب بأبطال الصف الخامس اللي حصل على الدرجة نهاية في الامتحان الماضي كيفين فوزي من مدرسة النظام بالكاهرة هودا حسين من مدرسة عبد الرحمن هديب سيف وديع محمد مدرسة هودا والنور هبل حسين من مدرسة أجيال أكاديمي أريج وليد من مدرسة أبو بكر الصديق بالمنصورة عمار وائل من مدرسة الشهيد صباحي فهد مجدي عمر مجدي من مدرسة النصرة الابتدائية وندى علي من مدرسة عبد الرحمن هديب هنكمل رحلتنا لمنهجنا المحور التاني لعملات الحسابية والتفكير الجابري في الوحدة الخامسة اللي عملياتها الضرب والقسمة مع الكصور العشرية وهنبدأ بالمفهوم الأول في ضرب الاعداد الكصور العشرية وهنكمل الدرس الخامس إزاي نستخدم نموذج نصحة المستطيل في ضرب الكصور العشرية وإزاي نستخدم عملية الضرب الكصور العشرية حتى الجزء من مئة وإزاي نوجد عملية الضرب الكصور العشرية حتى الجزء من ألف مع نهاية هذا الدرس نتمنى على الله أن نحقق مجموعة من الأهداف يبقى مع نهاية هذا الدرس يكون التلميذ قادرا على أن واحد لازم تلميذنا يقدر يستخدم نموذج مساحة المستطيل لضرب الكسور العشرية كمان يستخدم الخوارزمية المعيارية لضرب الكسور العشرية حتى الجزء من مئة ويستخدم الخوارزمية المعيارية لضرب الكسور العشرية حتى الجزء من ألف ويستخدم التقدير للتحقق من معقولية الناتج تعال نستخدم النمط يقول لي تعالى نشوف الأنماط بتاعتنا ايه هو النمط ده ونكمل 3 في 8 بكامل احسنتم لمحقائق جدول للضرب 3 في 8 بـ 24 يبدا حقيقة طب لو ضربت 3 في 8 جزء من 10 ما ده اسمه من خلال كده 8 جزء من 10 هضرب ضرب عادي جدا وهضرب 3 في 8 وبعد كده شوف العلامة العشرية بعد كم رقم وهضع العلامة العشرية خلي بالك النقطة دي اسمها علامة العشرية يبقى انا هكتب 24 لو ناتج الضرب اللي هو 3 في 8 وبعدين اضع علامة العشرية يدي بقى 2 صحيح و4 جزء من 10 يبقى انا عملت ايه ضربت 3 في 8 بـ 24 لقيت العلامة العشرية كانت بعد رقم فوضعت العلامة العشرية بعد رقم عديت ادي 1 وبعدها العلامة العشرية طيب لو هضرب 3 في 8 جزء من 100 نفس الفكرة هعمل يا مستر هروح منازل الـ 24 3 في 8 بـ 24 ممتازين جدا هلاقي العلامة العشرية بعد كم رقم نعد ادي 1 اتنين مع العلامة العشرية ايه هعد الارقام اللي على يمين العلامة مش اللي على يصاري العلامة اللي على اليمين ادي 1 اتنين يبقى انا عايز رقمين عبد اللي ليمين ادي 1 اتنين يبقى هما اتنين يا مصر او اخو واضح ان العلامة العشرية واحفظ خانة الاحد بصف يبقى 24 جزء من 100 وممكن هي جات اصلا منين ما 8 جزء من 100 يعني 8 على 100 هي بالشكل ده هي اصلا كده 8 على 100 8 على كام على 100 هضربها في ايه؟ هضربها في 3 التلاتة التلاتة دي تعالى نضرب هنضرب رقم رقم 3 في 8 بـ 24 بقت 24 بالشكل ده تقسيم 100 واحنا قلنا اللي مقامه 10 او 100 او 1000 لازم اضع علامة عشرية فالعندي هنا كم سفر تحت في المقام؟ سفرين يبقى العلامة العشرية بتحت تبقى على رقمين يبقى 24 وهضع العلامة العشرية بعد الرقمين اهي وضع سفر احفظ بخانة الايه؟ احنا هنا بنعمل ايه؟ بنضرب ضرب بعادي خالص وبعدين نضع العلامة العشرية حسب ما موجود لو لقيت العلامة العشرية بعد رقم يبقى هضع العلامة العشرية بعد رقم وجدت العلامة العشرية بتحتي في عملية الضرب بعد رقمين يبقى هنزل العلامة العشرية بعد رقمين لقيتها بعد التلاتة هنزل بعد التلاتة وهكذا فهنا العلامة العشرية بعد كم رقم هتلاقي رقمين ادي واحد اتنين انا بعدل العلامة يمين العلامة هدي واحد اتنيه يبقى العلامة العشرية بعد رقمين يبقى انا هادرب يبقى تمانية في ثلاثة بكام بأربعة وعشرين وهضع على العلامة العشرية بعد رقمين اه 이런 انا اخد مثال تاني عايز اضرب تلاتة جزء من عاشرة بتمائية امستل ده دي عنده علامة عشرية وده مافيش مشكلة خالص لكنك مش هك في العلامة العشرية اضرب تلاتة في تمانية تلاتة في تمانية بكام بأربعة وعشرينlongぎ احنا هدفن احسوريoko حقيقة جدوى للضرب يبقى اديek 24 تعال بقى نشوف العلامة العشرية في حالة تتضرب بنجمع العلامات العشرية يعني ايه يعني العلامة العشرية هناier بعد رقمين ادي 1 اتنين والعلامة العشرية هناOps رقم اروح جامع 2 واحد يبقى 3 يبقى العلامة العشرية بتاعت يقوم بعد 3 ارقام ادي 1 اتنين محتاج ازود 0 عشان يبقوا 3 ارقام واروح واضع العلامة العشرية هنا وعننين احفز خانة الاحد بسفر يبقى 24 جزء من 1000 تاني. أنا عملت إيه؟ ضربت 4 في 3. بـ 24. OK. 3 في 8. بـ 24. لقيت العلامة العشرية هنا بعد رقمين. لقيت العلامة العشرية هنا بعد رقم. قلت لازم أجمع العلامات العشرية. يبقى بعد 3 أرقام اتنين و 1 بـ 3. يبقى هنا عندي رقمين بس اضطرتها زوت 0. عشان يبقى ثلاثة. يعني 1, 2, 3. ووضعت العلامة العشرية. وحفظت خامة الأحد بـ 0. يبقى إذن بقت 24 جزء من كام؟ من الف يبقى هنا قدرت احصل على مين العدد يبقى اربعة وعشرين جزء من الف تب نشوف اللي بعدها تعالى نضرب تمانية جزء من مئة في تلاتة جزء من مئة نفس الفكر هادر بالارقام تلاتة في تمانية هتقول لي باربعة وعشرين اهي باربعة وعشرين خلصت اقول لك استنى لسه العلامة العشرية العلامة العشرية بعد كم رقم نعد ادي واحد ادي اتنين يبقى العلامة عشرية بعد رقمين العلامة العشرية بعد كم رقم ادي واحد اتنين يبقى العلامة العشرية بعد رقمين اروح جامع العلامات العشرية هتبقى بعد اربعة اتنين واتنين اربعة تبقى هنا مفيش اللي رقمين يبقى هزود سفرين على اليسار ادي واحد اتنين بقى وكده اربعة ارقام ادي واحد اتنين تلاتة اربعة هضع العلامة العشرية بتاعتي واروح منازل السفق بقت اربعة وعشرين جزء من الف من عشر تلاف يبقى احنا هنا قدرنا نحل المساطف توليد ان منتهى السهولة اضرب ضرب عادي جدا جدا وبعد كده لازم اضع لعنمه العشرية حسب ما موجود عندي يبقى هنا اربعة وعشرينة بتنزل اهيه وجدت العنمه العشرية هنا بعد رقمين وجدت العنمه العشرين هنا بعدawa رقمين جمعت العنمه العشرية بقى رقمين ورقمين يبقوا اربعة ارقام لوح Fans هنا كان ما فيش اللي رقمين بس رمحتي نزوج صفرين بقى اربعة ادي واحد اتنين تلاتة وضعت العلامة العشرية اللي هي النقطة دي. وبعد كده السفر وحفظت بيه خانة الاحال. نشوف مثال تاني. ستة في سبعة. مين يضرب لستة في سبعة? ممتازين. باتنين واربعين. احسنتم. كتبتوها في الشات. ممتازين جدا. تعال بقى نشوف هنضرب ازاي ستة في سبعة جزء من عشرة. ما نفس شيء بسيطة. اضرب الستة في سبعة. بكم? باتنين واربعين. اروح منزل اتنين واربعين. اهي. اتنين واربعين. العلامة العشرين بعد كم رقم? بعد رقم. يبقى هضاعة هنا في الوسط. اهي. يبقى بعد رقم. ادي رقم ووضع العلامة العشرية. تبقى اربعة صحيح واتنين جزء من عشرة. يبقى دي الاجابة بتاعتني. اربعة صحيح واتنين جزء من عشرة. يبقى احنا حلناها? ايو حلناها. ان احنا بنجيب حقائق جدول الضرب. وبعدين اشوف العلامة العشرية بتاعتي بعد كم رقم وضع العلامة العشرية تمام تعالي نشوف اللي بعدها تعالي اضرب ستة في سبعة جزء من مية نفس الفكرة هضرب ستة في سبعة بكام هتقول لي باتنين واربعين اهي باتنين واربعين ممتاز بس العلامة العشرية بعد كم رقم بعد رقمين تهينا في علامة عشرية لا يبقى بعد رقمين ابعدة دي واحد اتنين واروح واضع العلامة العشرية واروح منازل ايه احفظ الخانة الاحد بصفر. بقيت اتنين واربعين جزء من مائة. يبقى اذا دجابة بتاعت اتنين واربعين جزء من مائة. تبتعى نشوف اللي بعدها. عايز اضرب ستة في سبعة. ستة جزء من عشرة في سبعة جزء من مائة. نفس الفكرة. هاضرب ستة في سبعة كم? تقول لي باتنين واربعين. اروح كاتب اتنين واربعين. العلامة العشرين بعد كم رقم? بعد رقمين. العلامة العشرين بعد كم رقم بعد رقم يبقى بعد التلات ارقام نعد ادي واحد اتنين يبقى لازم ازود سفر هنا واحفظ الايه ايه الاحد بسف يبقى تنين واربعين جزء من الف لان هنا العلامة العشية بعد رقمين ايه العلامة العشية بعد رقم يبقى العلامة العشية بعد ثلاثة ارقام يبقى ايه زي النتج بتاعه يبقى تنين واربعين جزء من الف يبقى هنا استخدمت الانماط عشان اقدر اتعلم انا احط العلامة العشرية فين? عشان افتكر انا ما بادرب بادر على العلامة العشرية فين? بادرب ضرب عادي جدا وفي النهاية بروح شوف العلامات العشرية وخلي بالك في الضرب بنجمع العلامات العشرية. طيب نشوف السؤال. تعال نستخدم بقى نموذج مساحة المستطيل في الضرب. نخلي بالك احنا درسنا نموذج مساحة المستطيل ده في ضرب مين? الاعداد الصحيحة. تعال كنا بنضرب اتنين في 43 مثلاً أو 42 في 58 أو 50 كنا بنعمل نموذج مساحة المستطيل يبقى نهعمل نموذج مساحة المستطيل اهو طيب العدد بتاعي كم واحد صحيح وتلاتة جزء من عشرة اروح كاتب الصيغة الممتدة بتاعته الواحد صحيح وتلاتة جزء من عشرة يبقى عبارة عن كم عبارة عن واحد زائد تلاتة جزء من عشرة يبقى هنا السفر اهو مكان الاحد بتاع الواحد ودي العلامة العشرية ودي التلاتة يبقى واحد صحيح وثلاثة جزء من عشر نكتبه ادي هنا الواحد ودي الثلاثة جزء من عشر طب التاني كام؟ تعال نشوف التاني عبارة عن ستة صحيح وتمانية جزء من عشر يبقى نكتب ستة يبقى ناستغل الممتده بتاعته ستة زائد طبعا ده كله احنا تعلمناه الجزء من عشر الستة انا كتبتها احفظ مكانها بصف وانازل العلامة العشرية وهكتب التمانية يبقى تمانية جزء من عشر يبقى انا هكتب هنا الستة وهنا التمانية جزء من عشر يبقى انا كتبت العدد بالصيغة الممتده بتاعته على مين؟ على نموذج مساحة المستطيل بتاعي نضرب بقى رقم رقم هضرب مين؟ يبقى انا هاعمل عملية الضرب اهيه هنا ضرب واحد في ستة يبقى بستة واحد في تمانية جزء من عشر بتمانية جزء من عشر تلاتة في ستة اضرب تلاتة في ستة في تمنتاشر والعلمة العشرية بعد رقم يبقى واحد وتمانية من عشرة. هضرب تلاتة في تمانية باربعة وعشرين هلاقي هنا العلمة العشرية بعد رقم والعلمة العشرية هنا بعد رقم يبقى العلمة العشرية بعد رقمين يبقى اربعة وعشرين جزء من قلب. كماني جي نجمع. هنكتبهم تحت بعض رأسي. الستة. ادي الستة. الاربعة عشرين جزء من مية. نبدأ من هنا من اليسار. بعدين الايه? الواحد وتمانية جزء من عشرة. بس خلي بالك شوف. النقطة العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. الاحد تحت الاحد. الجزء من عشرة تحت الجزء من عشرة. عشان تقدر تجمع صح. طيب نيجي المين? ليه? تمانية جزء من عشرة. اهي? الاحد تحت الاحد. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. جزء من عشرة تحت الجزء من عشرة. طيب الستة دي? احد تتحط تحت الاحد اهي. طيب. ده عنده علامة عشرية. ده عنده علامة عشرية. ده عندو? لا. يبقى اضع له علامة عشرية. ده عندو رقمين عشرين. يبقى لازم ازود هنا سفر. لازم ازود هنا ايه? اقول له زاد. يبقى هزود هنا سفر. ده عندو رقم عشر واحد. يبقى لازم احط له سفر عشان يبقى رقمين عشرين زي الاولان اللي فوق خالص. طيبوا ده ما عندوش يبقى حطه له علامة عشرية اللي هي النقطة وهي حطه له سفرين. هنا نقدر نجمع بقى الجزء من 100 مع بعضه والجزء من 10 مع بعضه وال Saints مع بعضها. يبقى اربعة زائد سفر زائد سفر زائد سفر. يدي كاربعة. اتنين زائد تمانية عشرة ونزول عليهم تمانية يبقى تمنتاشر تمانية هو معانا الواحد فوق الايه السفر ننزل على مال عشرية. واحد زائد سفر هو الواحد زائد واحد اتنين. زائد سفر هي الاتنين. زائد ستة تمانية يبقى العدد بي تقيم بقى كام? بقى تمانية صحيح واربعة واربعة وتمانين جزء من مئة. كنت ما ن echod مثال تاني. عايز اضرب ده. هروح اعمل ايه? ايه? النموذج مساحة المستطيع. طيب. تعال انا نكتب الاربعة صحيح واتنين جزء من عشرة. اربعة صحيح يبقى انا اكتب اربعة. بقى انا مستر اكتب اربعة. اقول لك ممتاز. تعال انا اتنين جزء من عشرة اكتب اهنا اديد الاتنين اهي. واده العلامة العشرية اهي. والاربعنا كتبتها حط ما كانها سفر. نجي لرقم التاني. خمسة صحيح يبقى نكتب خمسة. ستة جزء من عشرة يبقى هنا ستة اهي. واده العلامة العشرية. والسفر مكان الخمسة اللي انت كتبتها. تعال نضرب بقى رقم رقم. تعال نضرب بقى ايه? رقم رقم. اربعة في خمسة بعشرين. يبقى نكتب عشرين. اربعة في خمسة بعشرين. اربعة في ستة باربعة وعشرين. بس يا مستر خلي بالك ده في علامة عشرية اقول لك ممتاز. اللي اربعة عنده علامة عشرية. لا للستة هي اللي عنده علامة عشرية. بعد كم بعد رقم? يبقى نهي هضع هنا علامة عشرية بعد رقم. تعال نضرب بقى اتنين جزء من عشرة في خمسة. خلصت الاربعة اضربتها في الخمسة والاربعة اضربتها في الستة جزء من عشرة. يجي دور مين? الاتنين جزء من عشرة. تضرب في مين في الخمسة. هضرب ضرب عادي اتنين في خمسة بكام? بعشرة اكتب عشرة. اهي. العالمة العشرية هنا موجودة. اه ده هنا عنده عنده علامة عشرية بعد رقم. هل الخمسة في Randham عشرية؟ لا. يبقى اضر عالمة عشرية هنا بعد رقم اهي بالشكل ده. لان هنا كان بادراب اتنين جزء من عشرة. تعال بقى نضرب اتنين جزء من عشرة في ستة جزء من عشرة. تعال نضرب اثنين في ستة. intention. ممتازين. ولدنا الشلطان بيكتبوا الإجابات في الشات.عنا سألت اثنين في ستة باطناشر. بيقول لي يا مستر بس خلي بالك. انا عندي هنا. الاتنين عنده العلامة عشرية بعد رقم. والستة عنده علامة عشرية بعد رقم. يبقى العلامة العشرية بتاعتي هتبقى بعد رقمين. يبقى نعيد رقمين ادي واحد اثنين. وهضر العلامة العشرية واحفظ خانت الاحات بسفر. تعالي بقى نجمع. هنكتب مين? نبدأ من اكبر من هنا من على اليمين اه من على اكثر يمين خالص. اللي هي اتناشر جزء من مية. يبقى هضع صف. وعلامة عشرية. اهي بالشكل ده. وبعد كده اتناشر. ويقول له تحت هي اتنين واربعة من عشرة. الاتنين تبقى تحت الاحد. يبقى اتنين تحت الاحد. اهي. وهضع العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. والاربعة تحت الجزء من عشرة. اهي بالشكل ده. يجي المين? الواحد. والواحد صحيح. يبقى هنا الواحد اهو. تحت الاحد. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. وسفر. تحت الجزء من عشرة. نيجي للعشرين. اه العشرين بقى. السفر تحت الاحد. والاتنين دي في خمت العشرات. تعالي بقى نكمل الايه? العدد بتاع عشان اقدر عمل عملية الجمع. تعالي نساوي العلامات العشرية. تبقى سويها ازاي يا مستر? هلاقي ان ده عنده رقمين عشرين. يبقى زود صفر هنا. عشان يبقى ده عنده رقمين عشرين. وهزود صفر هنا. عشان ده بقى ده عنده رقمين عشرين. وهنا هزود علامة عشرية. بالشكل ده. وهضع صفرين عشان يبقى عنده رقمين عشرين. زي كل الاعداد اللي تسبقه. هنبدأ نكمع بقى الجزء من مئة. اتنين زائد سفر زائد سفر زائد سفر يدينا اتنين. بالشكل ده. واحد واربعة خمسة زائد سفر يبقى ينزل خمسة. العلامة العشرية تنزل. اهي كل شوفت? الترتيب مهم جدا عشان اقدر اوجد ناتج صح. يجمع بقى الاحاقات. سفر زائد اتنين هي الاتنين زائد واحد. تلاتة زائد سفر يبقى تلاتة يبقى اكتب تلاتة. والعشرين دي تنزل لان ما فيش فوقية خانات عشرات زائد تسبقة. يبقى الناتج بتاعك بقى كام? بقى تلاتة وعشرين واثنين وخمسين جزء من كام? من مئة. طب نشوف اللي بعدها. تعال نستخدم نموذج مساحة مين? المستطيق. هروح راسم نموذج مساحة المستطيق. تعال نكتب العدد بتاعنا. هلاقي العدد ده تلات ارقام. وده تلين بس. يبقى خلت تلات ارقام دون فوق. والاكتنين ده نكتبه هنا ايه? على جانب. يبقى تسعة وعشرين. ابدأ. يبقى التسعة وعشرين. تعالنا نغير لون القلم كده اهو الاسود. او رقم عندي مين? العشرين. يبقى الاتنين اهي? الاتنين دي تسعة وعشرين. يبقى زي ما بقرأ. يبقى دي عشرين. بعدين تسعة. يبقى اكتب هنا تسعة. يبقى دي تسعة وعشرين. والثلاثة جزء من عشرة هذه الثلاثة واذي؟ هذه الجزء من عشرة بلازم أضع له العلامة العشرية وصفر مكان الأحاد نيجي للتانية 34 جزء من مية يبقى هبدأ بمين؟ بالثلاثة جزء من عشرة يبقى هذه الثلاثة جزء من عشرة هذه العلامة العشرية اهي واذي السفر واذي الايه؟ العلامة العشرية اهي نوضحها تاني اهينا اهي نيجي المين؟ لأربعة جزء من مية يبقى دي اللي اربعة في الجزء من مية اهي هضع سفر مكاني التلاتة اللي انا كتبتها في الجزء من عشرة ونزل العلامة العشرية وهضع ايه السفر التاني يبقى هنا ايه دي العلامة العشرية ايه دي النقطة بتاعتنا بتاعت العلامة العشرية تعالى بقى نضرب رقم رقم تلاتة جزء من عشرة في عشرين هضرب تلاتة في سفر بسفر تلاتة في اتنين بستة بس هنا مستر في علامة عشرية بعد رقم يبقى هنا هضع علامة عشرية بعد رقم هنا في المكان ده تعالى نضرب تلاتة جزء من عشرة في تسعة هضرب تلاتة في تسعة بكام بسابعة وعشرين يبقى انا هكتب سابعة وعشرين بس هنا في علامة عشرية مستر بعد رقم يبقى انا هضع علامة عشرية هنا بعد رقم بالشكل ده هدي رقم ودي العلامة العشرية تعال نضرب تلاتة جزء من عشرة في تلاتة جزء من عشرة اضرب الارقام الاول تلاتة في تلاتة في تسعة اهيه بس هنا عندي علامة عشرية بعد رقم وين عندي علامة عشرية بعد رقم يبقى العلامة عشرية بعد رقمين يبقى هنا ما فيش هلا رقم يبقى لازم ازود سفر وحكده اضع العلامة العشرية وحكده اضع سفر في مكان خانة الاحات تعال نضرب اللي بعدها اربعة في عشرين. نضرب رقم رقم. اربعة في صفر. تقول لي بصفر. اربعة في اتنين بتمانية. العلامة العشرين هنا بعد كم رقم? العلامة العشرين هنا بعد رقمين. يبقى انا عد رقمين. ادي واحد اتنين. وهضع العلامة العشرية اهي واحفظ خانة الاحد بصفر. تعني نضرب اربعة في تسعة بستة وتلاتين. بالشكل ده بستة وتلاتين. بس هنا في علامة عشرية بعد رقمين. هنا ما فيش علامة عشرية. يبقى العلامة عشرية بعد رقمين بس اعد رقمين ادي واحد اتنين وبقى كده اضع العلامة العشرية النقطة دي اسم العلامة عشرية ولاد ما ننساش وده سفر مكان الاحد تعال نضرب اربعة جزء من مية في تلاتة جزء من عشرة اضرب الارقام تلاتة في اربعة اتناشر يبقى انا هكتب هنا اتناشر بالشكل ده العلامة العشرية هنا بعد رقم والعلامة العشرية هنا بعد رقمين يبقى بعد تلاتة يبقى ادي واحد اتنين يبقى لازم ازود سفر عشرية. بقى بعد تلات ارقام. وهضع العلامة العشرية اهيه. وبعد كده هضع مين السفر مكان الاحايد. هنجمعهم بقى رأس يبقى نكتبهم مينا رأسي. تعالنا نغير القول الانم ونبدأ نكتبهم بطريقة رأسية. هبدأ مين? من اتناشر جزء من مئة. ادي السفر. ودي العلامة العشرية. واتناشر جزء من مئة. بالشكل ده. اتناشر جزء من الف سوري. اتناشر جزء من الف. يجي لفوقها تسعة جزء من مئة. يبقى السفر ده تحت السفر ده احد تحت احد. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. بالشكل ده. السفر ده جزء من عشرة. يبقى تحت السفر بتاع الجزء من عشرة. التسعة جزء من مئة. يبقى تحط تحت الرقم بتاع الجزء من مئة. يبقى اذا لازم هنا اراعي القيمة المكانية لكل عدد. يجي لبعدها اتنين وسبعة من عشرة. يبقى دي اتنين احد اهو. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. السبعة جزء من عشرة تحت الجزء من عشرة. هنا الستة وتلاتين جزء من مية. يبقى السفر تحت الاحد. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. التلاتة جزء من عشرة تحت تلاتة جزء من عشرة. الستة جزء من مية تحت التسعة بتاعت الجزء من مية. نيجي المين? للستة صحيح. ادي الستة في خانة الاحد. العلامة العشرية تحت العلامة العشرية. السفر تحت الجزء من عشرة. نيجي للتمانين جزء من مية. يبقى دي السفر تحت الاحد. واده العلامة تحت العلامة العشرية. والتمانية تحت الجزء من عشرة. والسفر تحت الجزء من كام? من مئة. وعدت لنعمل عملية الجامعة. برافو. ولادنا بقوله لازم نساوي المنازل يا مستر احسن طب ايه بزيارة اصفار. هلاقي ده عنده تلات ارقام عشرية. ده عنده رقمين بس. يبقى اروح ازود له سفر. يبقى عنده تلات ارقام عشرية. هلاقي عنده ده رقم عشر واحد بس. يبقى ازود له سفرين. عشان يبقى عنده تلات ارقام عشرية. هلاقي ده عنده رقمين عشرين. يبقى ازود له سفر. عشان يبقى عنده تلات ارقام عشرية. هلاقي ده عنده رقم عشر واحد بس. ازود له سفرين. عشان يبقى عنده تلات ارقام عشرية. هلاقي ده عنده رقمين عشرين بس. يبقى ازود له رقم عشر تالت. عشان لما اجمع اقدر اجمع اتنين زائد سفر زائد سفر يديني اتنين بالشكل ده واحد زائد تسعة عشرة زائد ستة ستاشر ستة ومعانا الواحد نضعها فوق الجزء من عشرة واحد زائد ساعة تمانية زائد تلاتة حداشر حداشر زائد تمانية تسعتاشر يبقى التسعة اهي ونضع واحد على خانة الاحاد يبقى احنا ايه لازم نعمل قاعدة تسمية واحد زائد اتنين تلاتة تلاتة زائد ستة تسعة يبقى ناتج الضرب بتاعك هيطلع تسعة صحيح وتسعمية اتنين وستين جزء من كام من الف طب تعالى بقى نستخدم الخوارزمية المعيارية يعني خوارزمية المعيارية اللي هو الضرب العادي عايز اضرب تسعة وعشرين صحيح وخمسة وتلاتين جزء من مية في تلاتة واربعة من عشر اضربها ازاي رقم رقم اضرب اربعة لكني بقى مش شايف العلامة العشرة دي خالص اضرب وفي النهاية هعضوا على العلامات العشرية تب تفتيك العلامة العشرية بتبقى بعد كم رقم احسنتم يبقى هنا لازم اجمع مين العلامات العشرية لازم اجمع مين العلامات العشرية فالعلامة العشرية هنا بعد كم رقم بعد رقمين والعلامة العشرية بعد كم رقم بعد رقم يبقى هنجمع اتنين زائد واحد يبقى العلامة العشرية بتاعتك كمصر هتبقى بعد تلات ارقام ممتاز. تاني. لكن اعرفت في النهاية هيضع العلامة العشائية بتاعتي بعد كم رقم؟ بديت هنا عملها العشائية بعد رقمين ادي واحد اتنين وليت هنا الرقم يبقى عديت ادي واحد اتنين تلاتة. يبقى العلامة العشائية بتاعتي هتيبقى بعد التلات ارقام. ده في النهاية بعد ما خلص عملية الضرب. طب هضرب ازاي يا مستر. تعال بقى انا اعلمك تضرب ازاي. هضرب اربعة في خمسة. بعشرين. ما ضعهاش كلها. هضع عصفه معايا تنين فوق الرقم المجاور. هذا باربعة في تلاتة. انا كده مش نبصص على التلاتة دي خالص. اناison اضرابه في كل العدد اللي فوق. اربعة بخمسة بعشرين. سفر معنا الاتنين. اربعة في تلاتة باتناشر. ومعك اتنين يبقى اربعتاشر. اربعة ومعنا الواحد. اربعة في تسعة بستة وتلاتين ومعك واحد يبقى سبعة وتلاتين. سبعة ومعنا التلاتة. اربعة في اتنين بتمانية ومعك تلاتة يبقى auto هعمل ايه هحفظ اول خانة بسفر وابدى اضرب التلاتة تلاتة في خمسة بخمستاشر خمسة ومعنا الواحد نشتب على ده ونكتب معنا واحد تلاتة في تلاتة بتسعة ومعك واحد فوق يبقى عشرة سفر ومعنا الواحد نشتب على ده ونكتب واحد تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين سبعة وعشرين ومعك واحد يبقى تمانية وعشرين نكتب التمانية ونضع اتنين فوق 3 في 2 بال6 ومعك 2 يبقى 8 تعال نجمع 0 زائد 0 هو السفر 4 زائد 6 5 9 7 زائد 0 7 1 زائد 8 9 1 زائد 8 9 العلامة العشرية يقولنا بعد كم رقم بعد 3 ليه هيدي 1 2 3 هنا رقمين قبل العلامة وهنا رقم نعدهم يبقى 1 2 3 يبقى نعد تلاتة أرقام ونضع العلامة يبقى ادي 1 2 3 يبقى اضع العلامة العشرية هنا تمانية جي ناخد واحدة تانية. تعال نضرب. هنضرب رقم رقم. تسعة في واحد بتسعة. تسعة في اتنين. تمنتاشر. تمانية. تمانية. ومعنا الواحد. تسعة في سفر. بسفر ومعك واحد ينزل. تسعة في واحد بتسعة. هنحفظ اول خانة عندي بسفر. ابدأ اضرب الستة. ستة في واحد بستة. احسنتم. ستة في اتنين باتناشر اتنين. ومعنا الواحد. يبقى هنشتب على ده ونكتب واحد. ستة في سفر بسفر ومعك واحد هو الواحد. ستة في واحد بستة. هنعمل عملية الجمع. اروح شديد الخط واجمع. تسعة زائد سفر هي التسعة. تمانية وستة اربعتاشر اربعة. ومعنا الواحد فوق الواحد. واحد واحد اتنين واثنين اربعة. تسعة زائد واحد عشرة سفر. ومعنا الواحد. فوق المين فوق الستة شطار. واحد وستة سبعة. ولادنا الممتزين يقولوا يا مستر العلامة العشرية تبقى بعد ثلاث ارقام عرستوها منين. قالوا واحد اتنين. ادي رقمين عشريين. وهنا رقم يبقوا تلاتة. يبقى نعد تلاتة ارقام. ادي واحد اتنين تلاتة. يبقى انا هضع على العلامة العشرية هنا. يبقى انا هضع على العلامة العشرية في الشكل ده. يبقى واقدر. اتنين في خمسة بعشرة سفر ومعنا الواحد. الشكل ده. اتنين في تلاتة بستة واحد سبعة. هل لي لازم اضرب السفر ده اقولك لا. طيب العلامة العشرية بعد كم رقم؟ هنا بعد رقم. وهنا بعد كم رقم بعد رقم. يبقى بعد رقمين. يبقى ادي واحد اتنين. يبقى انا هضع على العلامة العشرية هنا وهحفظ اول خانة. خانة الاحد بسفر. تبا انا كده اجيبت الناتج. تعال نقدر. التقدير بالتقريب لاقرب عدد صحيح. التقدير بالتقريب لاقرب عدد كام؟ صحيح. انا عندي هنا ده كام؟ الخمسة كريمة تزود التلاتة واحد تبقى كام؟ تبقى اربعة. او نخليه التقدير لاقرب جزء من عشرة. او نخليها اربعة. هنا. تمام? هنا ده اتنين. اه الاتنين ده بخيلة. يبقى ايزا مش هيدي حاجة يبقى كام؟ يبقى سفر. بتاعنا ادرب اربعة في سفر. في سفر. بالشكل ده. يبقى ايزا هنا ايه? هيبقى فعلا ده الاحد بتاعك سفر. الاحد بتاعك كام? سفر. يبقى انا هنا قدرت التقدير الناتج. قدرت هنا الناتج بتاعي. في ناس ممكن تقدر بالاعداد المميزة. زي نقدر بالاعداد المميزة. ايه العداد المميزة دي يا مستر? ما احنا اخدنا. اخدنا الاعداد المميزة. قلنا العدد بتاعك لو هو ايه خمسة? يفضل خمسة زي ما هو. يبقى يديك تلاتة ونص. يبقى تلاتة وخمسة جزء من عشرة. وانا لما قدر ده. الاتنين. هتفضل كام? اه هترجع للسفر. هترجع اليمين? للسفر. لان احنا عقلنا الاعداد المميزة بتاعتنا يا اما سفر يا اما نصف يا اما واحد. فالاتنين هنا قلنا السفر جزء من عشرة. والواحد جزء من عشرة والاتنين جزء من عشرة. يدينا كام? يديك سفر. والاتنيه والتلاتة جزء من عشرة والاربعة جزء من عشرة والخمسة جزء من عشرة والستة جزء من عشرة والسبعة جزء من عشرة يديك نصف. والتمانية جزء من عشرة والتسعة جزء من عشرة تيديك واحد. فحينا لو استخدمنا العداد المميزة ده نصف يفضل زي ما هو تلاتة ونصف. بقدروا اضربه في سفر. بقدروا هيديني كام? هيديني سفر. وده التقدير بتاعي. تعالوا نشوف اللي بعدها. عايزين نضربه مقدر. دعا نضرب الاول. تلاتة في اربعة باتناشر. هنضرب الاربعة في العدد ده كله. اربعة في تلاتة باتناشر. اتنين. ومع انا الواحد. اربعة في خمسة بعشرين ومعك واحد. يبقى واحد وعشرين. واحد وعشرين. هاحفظ اول خيانة عندي بسفر. وابدأ اضرب الواحد. واحد في تلاتة بتلاتة. واحد في خمسة بخمسة. نعمل عمتي الجمع. اتنين زائد سفر اتنين. واحد زائد تلاتة اربعة. اتنين زائد خمسة سبعة. خلصة المسألة اقولك لسه. العلامة العشرين هي بعد رقم. وهنا بعد رقم يبقى بعد رقمين. يبقى دي واحد اتنين واضع العلامة العشرية هنا. بعد رقمين. ما تيجي نقدر بقى. عشان نتحقق من الاجابة بتاعتنا. هنعمل ايه. اقدر بالتقريب الاقرب عدد صحيح. هلاقى التلاتة بخيلة. يبقى هشتم التلاتة والتلاتة ما تزودش. يبقى تنزل خمسة. هلاقي الاربع بخيلة. يبقى ما تزودش الواحد ينزل واحد. هنضرب خمسة في واحد. يديني كم? يديني خمسة. يبقى هنا ايه? استخدمت التقدير. استخدمت ايه? التقدير. يبقى نقول تالي. بقى انا ضربت اربعة في ثلاثة باثنشرة نيوم عن الواحد. اربعة خمسة بعشرين واحد. يبقى واحد وعشرين. زودت سفر عشان احفظ اول خانة. ضربت واحد في تلاتة بتلاتة. واحد في خمسة بخمسة. جمعتهم اتنين زي سفر اتنين واحد زي تاتة اربعة اتنين وخمسة سبعة لقيت هنا العلامة العاشية بعد رقم والعلامة العاشية هنا بعد رقم يبقى العلامة العاشية بتحت بعد رقمين يبقى سبعة صحيح واثنين واربعين جزء امية لما جيت قدرت لأقرب لأقرب عمل صحيح لقيت التلاتة بخيلة ما هتزوج فنزلت ست خمسة لقيت الاربعة بخيلة ما هتزوج فنزلت واحد دربت في خمسة في واحد بخمسة ايه وجد نتج ما يليه هنبدأ نضرق ايه اتنين صحيح وواحد تلاتين جزء مية في سبعة صحيح وستة جزء من عشرة. يا مستر العالم العشرية بعت تلات ارقام اقول لك ممتاز. يبقى اولادنا هنا حددوا العالم العشرية في النهاية يتبقى بعد كم رقم? عدوا ادي واحد اتنين تلاتة. هنا رقمين عشريين. وهنا رقم عشري يبقى بعد تلات ارقام. يبقى العالم العشرية بتحتي يتبقى بعد تلات ارقام. ممتاز. يلا نضرب. ستة في واحد بستة. ممتاز. ستة في تلاتة بطمانتاشر مضعاش كلها هضع تمانية واضع واحد على العدد المجاور ستة في اتنين باتناشر واحد تلاتاشر ممتاز اكتب بقى التلاتاشر كلها لان ما فيش فقط بعد الاتنين يضرب هحفظ اول كان عندي بسفر واضرب السبعة سبعة في واحد بسبعة سبعة في تلاتة بواحد وعشرين واحد ومع معنا اللي اتنين يبقى اشتب على ده وهكتب اتنين اهيه سبعة في اتنين باربعة تاشر ومعاك اتنين يبقى ستاشر فهكتب الستاشر كلها ليه لان ده اخر رقم عندي هيتضرب واعمل عميتي الجمع بعد ما بضرب بجمع ستة زائد سف هي الستة ثمانية مع السبعة خمستاشر خمسة ومعنا الواحد فوق العدد المجاور عشان اعمل اعديد تسميع واحد وثلاثة اربعة اربعة واحد خمسة ممتازين واحد زائد ستة بسبعة برافو عليكم والواحد ينزل العالمة العشرين بعد كم رقم بعد ثلاث ارقام ليه بعد ثلاث ارقام لان انا عندنا ثلاث عدد عشرية ادي عددين عشريين ودي عدد عشري يبقى العالمة عشرين بعد ثلاثة عادي من اليمين متعدش من اليسار بعد الاولاد بيخطئوا يعدوا من الشمال اقول له لا هتعد عشان طالد العلامة العشرية تعدي من اليمين ادي واحد اتنين تلاتة يبقى العلامة العشرية بتاعت انا اضعها هنا في الشكل ده انا بنشوف اللي بعدها تعالى نضرب تلاتة وعشرين جزء من الف في واحد وخمسة جزء من عشرة نضرب ازاي هنضرب رقم رقم يلا نبدأ نضرب خمسة في تلاتة بخمستاشر احسان ادي الخمسة ومع انا واحد على العدد المجاور خمسة في اتنين بعشرة معك واحد رقم عنيك يبقى احداشر يبقى واحد ونضع واحد على العدد المجاور خمسة في سفر بسفر معك واحد ينزل خمسة في سفر بسفر اهو نزله نجي نعمل ايه تعالى بقى نحفظ اول خانة عندك بسفر بالشكل ده ونبدأ نضرب الواحد واحد في تلاتة بتلاتة اللي بعدها واحد في اتنين بتنين كل عدد لازم نكتب تحتية عدد عشان تقدر تجمع صح واحد في سفر بسفر واحد في سفر بسفر نعمل عمية الجمع نبدأ نجمع رقم رقم خمسة زائد سفر هي خمسة واحد زائد تلاتة اربعة ممتازين واحد زائد اتنين اتنين برافو عليكم سفر زائد سفر هو السفر والسفر ايه ينزل العلامة العشابة بعد كم رقم تعال نعيد تعال نشوف العلامة عشابة بتاعتنا تبقى بعد كم رقم هنا بعد كم رقم ادي واحد اتنين تلاتة وهنا في واحد يبقى اربعة نقول تاني العلامة العشابة بتاعتنا اهيه اعد ادي واحد اتنين تلاتة وهذا العلامة العشرية اهي اعد اللي بعدها يبقى اربعة يبقى هنا تلاتة واحد اربعة يبقى بعد اربعة ارقام ادي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هضع العلامة العشرية هنا بعد اربع ارقام بعد كم رقم بعد اربعة كاب نشوف اللي بعدها ايه وجد ناتج ميالي. هنبدأ نضرب رقم رقم. ستة في سبعة بكام؟ باتنين واربعين. ممتازين. ادي اتنين. ومعنا الاربعة فوق العدد المجاور. لاننا ما فيحش عدد عدد كله. ستة في تلاتة. بتمانتاشر. تمنتاشر ومعك اربعة. ممتاز. بعد ٨٩ ً٩ ٢١٢ اتنين وعشرين. يبقى ٢٢. يبقى ٢٢. يبقى ٢٠ هنا هون. والتنين التانية هنا. فوق العدد المجاول اللي انت قلت اتنين وعشرين. انت قلت اتنين وعشرين. ستة في اتنين اتناشر ومعاك اتنين يبقى اربعتاشر. يبقى نكتب الاربعتاشر كلها لان ما فيش رقم هيتضرب بعد الاتنين. طيب وهنا هعمل ايه? وهاتبا بيستعجل يضرب اربعة في سبعة بتمانية وعشرين. ويرح كاتب التمانية اقول له خلي بالك. لازم تحفظ اول خانة هنا بسفر في الضرب. طيب هتضرب العدد الايه? التاني. هاضرب اربعة في سبعة. اربعة في سبعة بكم? بتمانية وعشرين وتبدأ من هنا يبقى تمانية. ومعانا الاتنين نشطب على الاربعة دي ونبقى معانا اتنين اهيه. اربعة في تلاتة باثناشر ومعاك اتنين يبقى اربعتاشر اربعة. ومعانا الواحد نشطب على دي بقى معانا واحد اهو. اربعة في اتنين تمانية ومعاك واحد يبقى تسعة. نعمل عمية الجامعة. اتنين زائد سفر هي الاتنين. اتنين زائد تمانية عشرة سفر. ومعنا الواحد. واحد واربعة خمسة واربعة تسعة. واحد وتسعة عشرة. العلامة العشرية فيه? احسنتم ولادنا كتبوا العلامة العشرية مستر هنعد العلامات. انا عندي هنا العلامة العشرية بعد رقمين. وهنا رقم يبقى بعد تلاتة. يبقى عدي تلاتة ارقام واضع العلامة. ادي واحد اتنين تلاتة. يبقى هنا العلامة العشرية هنا ايه? بعد تلات ارقام. بعد تلات ارقام. تعال نشوف اللي بعدها. تعال نضرب رقم رقم. ستة في تلاتة بطمانتاشر تمانية. ومعنا الواحد احسنتم. ستة في اربعة. باربعة وعشرين معك واحد. يبقى خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. يبقى نكتب خمسة هنا. امتازين. خمسة ومعنا الاتنين. ستة في سفر بسفر ومعك اتنين تنزل اتنين. ستة في واحد بستة. تعال بقى نحفظ اول خانة بكام? اول خانة لازم احفظها بسفر. عشان اضرب الرقم التاني. واحد في تلاتة في تلاتة ممتاز. واحد في اربعة باربعة احسنت. واحد في سفر بسفر ممتاز. واحد في واحد بواحد. نبدأ عملية الجامعة. تمانية زائد سفر هي التمانية. خمسة زائد تلاتة تمانية. اتنين زائد اربعة ستة. سفر زائد ستة بستة. والواحد ده. ده واحد يا ولاد. اعدله لكم اهو. احسنت تحسبوه سبعة. ده واحد. دي العشرين نضعها بعد كم رقم? تعال نعد. هنا كم رقم? ادي واحد اتنين تلاتة. وهنا رقم يبقوا اربعة. يبقى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى هضع العلامة العشرية بتاعتي بعد اربع ارقام بالشكل ده. يبقى اذا العدد يقرأ كم? هيقرأ واحد صحيح. وستة الاف ستمية تمانية وتمانين جزء من عشرة الاف. ده مجووني بعدها? اختر الاجابة الصحيحة. تعال ن اختر الاجابة الصحيحة. تقدير ناتج ضرب. اربعة صحيح وتحدي وتمانين جزء من مية. في عشرة صحيحة وتلاتة. اعمل ايه? تعال ننقربوا لأقرب عدد صحيح. هنا دي عشرة قبلها تلاتة. التلاتة دي بخيلة. يبقى تنزل عشرة زي ما هي. فيه? التمانية? هنشتب التمانية. يلي قبل العدد الصحيح. التمانية كريمة تزود واحد على اربعة? تبقى خمسة. نضرب بقى عشرة في خمسة بكام? بخمسين. يبقى الاجابة بتاعتك هتبقى خمسين. الاجابة بتاعتك هتبقى كام? خمسين. بدأ التقدير باستخدام ايه? اقرب عدد صحيح. عين? تقدر الناتج ده. الناتج ضرب تسعة وتسعين. تسعة وتسعين صحيح وستة. جزء. من عشرة. في سبعة واربعين صحيح. واثنين واربعين جزء مين. التسعة وتسعين مينة تسبقم الديوع من الستة. الستة دي كريمة تزود واحد على تسعة وتسعين وتيبقى مية. فالعدد ده قبل لما جيت تقردته بقى مية. باستخدام التقريب لأقرب عدد صحيح فيه. هشطinel 4 اللي في الجزء من عشرة. هلاقي ان الاربع دي بخيلة. ما احنا قلنا العدد بخيلة كام? الواحد ولاتنين والتلاتة يبقى تنزل سبعة واربعين تعالى بقى نضرابها هنعمل ايه اول حاجة بتضرب ارقام فيها صفار لما بضرب عشر ومية والف بنزل الاصفار واضرب واحد في سبعة واربعين بسبعة واربعين وإحنا قلنا زمان تلاتات تلاتات نقر الاعداد بقا سابع هنا علامة كده فاصلة كده عشان ارى العدد. يبقى العدد بتاع يبقى كان بقى اربعة تلاف وسبعمية. يبقى هنا استخدمت التقدير لأقرب عدد ايه? لأقرب عدد صحية. اشترى عادل تلاتة. و ايه? خمسة وعشرين جزء مية كيلو جرام من الخباء من من الخيار. فاذا كان سعر الكيلو جرام الواحد. اه. اول ما يديك مجموعة. ويديك سعر الواحد اعرف انت هتعمل عملية ضرب. هتعمل عملية ايه? ضرب تاني. لما يديك مجموعة ويديك سعر حاجة واحدة فيهم. يبقى انت هتعمل عملية ضرب على طول. او ما يقول لك سعر ايه الواحد? كزا? يبقى انت هتدرب ايه? اه اه كتلة بتاحتك اللي هي تلاتة. اه تلاتة كيلو جرام وخمسة عشر جزء مية في تمن كيلو جرام واحد اللي هو تلاتة جنيه ونصف. يبقى اذا المبلغ اللي يدفعه عادل اقول له ايه? ما يدفعه عادل هيتساوي. التلاتة صحيح وخمسة عشر جزء مية في التلاتة وايه كام? ونصف. هنروح عاملين ايه? هروح ضربينه رأسي. هروح كتيبهم اقوله يساوي واضرب. اعمل ايه? هاخدهم على جنب كده? او هعمل خط كده اهو? واضرب هنا. يبقى ان اكتب التلاتة. ايه? يبقى التلاتة صحيحة اهيه? وخمسة وعشرين. جزء من مئة اضربها في تلاتة ونصف. في الشكل ده. اروح عامل الخط وابدى اضرب. يلا نغير كده لون الالم ونضرب. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. خمسة ومعانا لاتنين. لعدد مجاور. خمسة في اتنين بعشرة ومعك اتنين يبقى اتناشر. يبقى اتنين ومعانا الواحد. لان انا لسه بضرب. خمسة في تلاتة. تعال نضرب بقى خمسة في التلاتة. خمسة في تلاتة في خمستاشر ومعك واحد يبقى ستاشر. يبقى نكتب بقى ستاشر كلها لان انا اي اخر رقم. لازم احفظ اول خانة بسفر. برافو عليكم. برافو عليكم ما نستوش. تلاتة في خمسة تقولي بخمستاشر. يبقى خمسة. ومعنا الواحد. نشتب على ده ونكتب واحد. تلاتة في اتنين بالستة ومعك واحد يبقى سبعة. تلاتة في تلاتة في تسعة. بالشكل ده. يلا نبدأ عملية الجمع. خمسة زائد سفر هي الخمسة. اتنين زائد خمسة سبعة شطار. ستة وسبعة تلتاشة. اشوف اللي ريحني في الجمع ان انا حاطت كل رقم تحت راكم. تلاتة ومعنا كام الواحد. واحد واحد اتنين اتنين وتسعة. 15. لا يصدت ايه? العلامة العشرية لا لم fouكهاش. قل اليسة خلصت ضرب هبدأ اشوف العلامة العشرية بعد كم راكم? ايوة. العلامة العشرية هل هنا بعدي راكمين وهنا بعدي راكم يبعد تلاتة يبقى ده واحد اتنين تلاتة هروح واضح للعلامة العشرية هنا. يبقى الاجابة بتحت هتبقى كم? هتبقى 11 طحيح وتلتمية خمسة وسبعين جزء من ألف وده ما دفعه عادي يبقى هيدفع حداشر جنيه وتلتمية خمسة وسبعين جزء من ألف يبقى هنا نكتب التمييز بتاعي جنيها يبقى هنا قدرت إيه قدرت حل مسألت المنتهى السهولة اللي هنا كان عطيني قيمة العدد الواحد أو كتلة واحدة واحدة الكتلة اللي اشتلاها كلها وعطاني سعر الواحد يبقى هنا عشان أجيب المبلغ وكل أعمل إيه أعملها ميت ضرب هضرب دفده هضرب ماذا دفعه عادي روح ضرب بالتلاتة صحيح وخمسة وعشين جزء المئة في تلاتة ونصف روحت واخد على جام وضربتها رأسي لأننا عندي هضرب تلاتة أرقام في رقمين مينفعش أضربهم في مكانهم ووضعتهم رأسي ضربت الأول وبعد كده شفت العلامات العشرية بتاعتي بعد كم رقم وخلي بقى يكن في الضرب بنجمع العلامات العشرية فكتنا العلامات العشرية بعد رقمين وهنا بعد رقم يبقى العلامات العشرية بتاعتي هتبقى بعد الثلات أرقام يبقى أنا هنا اتعلمت بقى طبعا ده رابط اللي أنا هسيبولكم في نهاية الحصة انتظروني هضع لكم الرابط عشان تدخل على الاختبار الالكتروني وتكتشف أنت تعلمت الحصتنا النهاردة ولا لا أو تقدر تمسح البارب كود بالموبايل وتدخل الطول على الاختبار اتعلمنا النهاردة اتعلمنا ازاي نضرب عدد عشري في عدد عشري بسواء باستخدام نموذج مساحة المستقيل أو باستخدام الخرارزمية المعيرية وضربنا الاعداد لغيث الجزء من مئة وجزء من ألف إلى هنا نصل لها حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة كان أصحابكم في رحلاتكم أستاذ محمد ناج معالم رياضيات ومدارب النظام الجديد وسفير التغيير ومدارب الإدارة الحديثة بمحارسة بن سويف في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته